صباح الخير كيفكم؟ أنا دكتورة حنين معكم من مجموعة الواتن الدولية رح نكون اليوم في محاضرة رقم A5 في مادة أو محاضرة رقم 6 دائماً بنسع رقم المحاضرات رقم 5A من مادة الفرماكولوجي 2 كنت حكيت على الجروب أنه ممكن يكون الاختبار الأسبوع القادم لكن اتفاجأت أنه موضوع المحاضرة هاي الانتديابيتك دراجز فيها بعلومات كتير يعني فما رح نقدر نتخطاها أو نخلصها في محاضرة واحدة فغالباً رح تاخد منا محاضرة الأولى والمحاضرة الثانية الأسبوع القادم وبعد هيك ممكن نعمل محاضرة مراجعة والأسبوع البعد يكون فيه اختبار والاختبار رح يكون نهائي يعني ما فيه نصفي ونهائي لا حيكون اختبار نهائي من خمسين ولأنه بعد هيك بنكون خلصنا الفرماكولوجي يعني حاولنا نشمل أكتر جروبات من الأدوية بعد هيك حنفوت في التوكسيكولوجي أو علم السمو تمام؟ فغالباً يعني أنه رح نكتفي في هذا القدر بعد ما نخلص الأنتديابيتك دراجز ونفوت في التوكسيكولوجي مثل ما حكيت بالنسبة للأنتديابيتك دراجز فيه كتير مفاهيم ومعلومات عن موضوع الديابيتس ميليتس أو اللي هو مرض السكر أو سكر الدم ارتفاع السكر في الدم أو ارتفاع الجلوكوز في الدم فرح يكون فيه عندنا كمية معلومات خارجية قبل من فوث في موضوع اللي هو الميديكيشن أو موضوع الأدوية لأنه فيه كتير بروسيجرز بيفوتوا فيها الأطباء في موضوع الأدوية وصف الأدوية لكن كبداية لمرض السكر إحنا منقدر إذا كان طبعاً في حالة البريديابيتك أو حالة بداية وجود الأعراض أو عمل التحاليل إنه بداية مرض السكر فممكن نتخطى هذه المرحلة بعمل منجمنت من خلال الدايت من خلال الفيزيكال اكتيفتي يعني الأمور هذه إن شاء الله رح نحكي عنها خلال المحاضرة وبعد هيك إذا أسعفنا الوقت طبعاً بنضطرق للأدوية اللي بتخص أو بتعالج ارتفاع السكر بالدم أول حاجة شو هو الدايابيتس ميليتس ككلمة كمصطلح كيف منقدر نعرف شو يعني دايابيتس ميليتس كنا منسمع والله هذا الشخص عنده دايابيتس ميليتس أو هذا الشخص عنده شو عنده أو هو شخص دايابيتك يعني شخص مريض بارتفاع السكر في الدم لكن كمصطلح يعني دايابيتس ينقسم لقسمين كلمة دايابيتس وكلمة ميليتس تمام؟ سموها دايابيتس ميليتس لأنه فيه نوع تاني أو عفواً مرض تاني اسمه دايابيتس انسيبيدوس هذا ما إلو علاقة يعني هذا اختلاف تاني يعني عن هذا النوع من المرض فلهيك يعني فصلوا ما بينهم في استخدام هذا المصطلح مبدئياً دايابيتس كلمة يونانية كلمة يونانية دايابيتس طبعاً تم اعتمادها حسب العلماء اللي اكتشفوا هذا المرض فهو بيطلقوا عليه المصطلحات هاي حسب شو بكونوا شافوا من أعراض شو بكونوا ملاحظات خلال عمل التجارب طبعاً أو وجود التحاليل فزي ما قلت كلمة دايابيتس أصلها أصل كلام الكلمات كلمات لاتينية لما من نحكي مثلاً عن دايابيتس معناها بالإنجليش يعني يعبر من خلال يعبر من خلال وكان أصده فيه هذا العالم يعني البول لأنه من أكثر العلامات اللي بتميز مرض السكر اللي هو البوليوريا البوليوريا اللي هو الشخص بيعمل بول أو بيتبول أو بيخرج بول بشكل متكرر بشكل كبير أكتر من الشخص الطبيعي العادي فهم يعني أطلق على هذه الكلمة حسب مشاهدته لموضوع البول بسبب أنه هو الفريكوانسي أو أنه قمية البول بتكون كتير إذن دايابيتس معناها كلمة ميليتس كمان كلمة لاتينية معناها يعني حلو مثل العسل أو حلاوة أو الطعم السويتي هذا هذا معناها باللاتيني فهم ربطوا الكلمتين في قصة دايابيتس ميليتس يعني إيش؟ لو بدنا نترجمها حرفي أنه في شي يعني في شي بيطلع من الجسم طعمه حلو زي العسل زي لو بدنا نترجمها حرفية فأوعزوا طبعاً هذه التسمية لوجود السكر في البول هذا طبعاً الحالة بتصير جلوكوزيوريا بتصير في حالة ارتفاع كبير ومتكرر وعلى مدى فترة طويلة ارتفاع السكر في البول طبعاً لارتفاعه في الدم ورح نحكي عن هذا الموضوع كمان من ضمن المعلومات فبالتالي هذا الاسم أعطاني نوعاً ما ما هي المرض إنه في عندي بوليوريا تبول بشكل كبير بالإضافة لحلاوة هذا ريحة البول اللي فيها نوع من الحلاوة بليزنت يعني حتى هم أحياناً بيحكوا إنه طعم البول في نوع من الحلاوة أو السكر بسبب وجود الجلوكوز في اليوريا أو في اليورين عفوا فبالتالي يسموه واختصاره طبعاً دي أم أحياناً لما يكتب الأطباء بيكتبوش دابيتس مليتس كلها بيكتبوش مثلاً مريض سكر هذه المصطلحات العامية اللي الناس بتناولها الأطباء بيحكوا دي أم بيصالفو دي أم وان دي أم تو أو اللي هو الجستيشن اللي بيصير طبعاً في فترة الحمل لكن لو منا نحكي عن المرض نفسه أو دي أم تصمي لتس حتى التسمية تبعته أو التعريف تبعه رفضوا العلماء أنه يسموه رفضوا يسموه مرض هو يسموه عبارة عن اضطرابات في عملية الميتابوليزم بالجسم اضطرابات يعني بيصير ميتابوليزم في الجسم لكن بشكل غير الشكل النورمال يعني بيصير في هذا الجسم طبعاً بتولد عليه أعراض بتولد عليه نتائج هذا الخلل في عملية الميتابوليزم بتولد عليه يعني هو عبارة عن مجموعة من الميتابوليك ديس أوردرز كاركترايز باي اهاي بلد شوغر ليفل أوفر ابرولونج بيريود أوف تايم يعني على فترات طويلة مش إحنا بنا نيجي نشخص المريض أو الشخص بمرض السكر لأنه والله بقاس بشكل عشوائي وطلع عنده الجلوكوز في الدم عالي لا برولونج بيريود أوف تايم يعني على فترات طويلة كل ما يقيس السكر يطلع عنده عالي طبعاً مع احتياطات لموضوع الفاستينج لموضوع البوست برينديال يعني أنه بالصيام أو بعد الأكل أو اللي هي مخزون السكر أو اللي إجلايكيتد هيموغلوبين اللي بنسميه HPA1C أو تحليل مخزون السكر فيه تعريف تاني بيحكي أنه عبارة عن common endocrine diseases characterized by sustained high blood sugar يعني زي ما قلنا هو خلل في الـ يعني في خلل الغددي طبعاً لإفراز هرمون خلل بيكون طبعاً لإفراز هرمون characterized by sustained sustained يعني prolonged يعني استدامة اللي هو ارتفاع السكر في الدم استدامة ارتفاع السكر في الدم زي ما قولت ما بيكون لفترة بسيطة بيكون لعدة ايش لفترة طويلة كل ما يقيس السكر بيطلع السكر أو الجلوكوز مستويات مرتفعة في الدم فبالتالي ممكن يتشخص بهذا المرض Diabetes is due to either يعني في سببين بكونوا غالباً اللي هما بيعملوا لي هذا المرض أو بيسببوا لي هذا المرض يعني بيحدث بسبب حالتين أول حاجة The pancreas not producing enough insulin خلل في الغدة كلنا بنعرف إنه البنكرياس عبارة عن غدة صناء بتفرز insulin بتفرز glucagon طبعاً حسب قديش مستويات السكر في الدم يعني الحالة الأولى عدم إنتاج الإنسلين بالشكل أو بالكمية المطلوبة أحياناً بيكون الإنسلين كميته كافية أو الإنسلين بيكون في مشكلة في وظيفة هذا الإنسلين مش شرط كمية إفراز الهرمون تكون هي السبب يعني هو أي خلل بتعلق في الإنسلين سواء كمية الإفراز أو في خلل في مشكلة في تركيبة هذا الإنسلين اللي تم إفرازه طبعاً هذه كلها أبحاث جديدة لهيك أنا حبيت أحكي بشكل مطول حسب إيش الأبحاث اللي اللي بقون فيها العلماء كل فترة بكل مرض يعني فإحنا بهمنا أنه نعرف شو تولدت هذه الأبحاث مش شرط أنه ناخد المعلومات طف مثل ما هي موجودة لا في معلومات لازم تصحح يعني في مفاهيم قديمة ممكن لمعلومات حتى أنه نستفيد إحنا نكون على الطلاب العالم الخارجي بالقيم الموجودة في العصور الحديثة والأمور هذه طبعاً إذن زي ما قلت أول حالة عدم إنتاج الإنسولين بالشكل أو الكمية المطلوبة ثاني حالة بتسبب أو الخلايا في الجسم ما بتستجيب لتأثيرات هذا الهرمون اللي هو الإنسولين يعني الإنسولين تم إفرازه موجود من البنكرياس البيتا سيلز تم إفرازه لكن الخلايا اللي في الجسم خاصة من الكبد المسلز اللي بتكون تحتاج الجلوكوز بشكل أكتر من غير هالسكيلتال المسلز أو الليفر أو الأديبوز تشو طبعاً بيحتاجوا الجلوكوز أكتر من أي خلايا تانية موجودة بالجسم فخلل وجود الجلوكوز في داخل هذه الخلايا تبعاً لمشكلة بالخلية أو مشكلة بالريسبتورز حسب العلماء بقوله قد يكون خلل في الريسبتورز تبعة الإنسولين الموجودة على سطح هذه الخلايا فهادي بنسميها إنسولين ريسستنس أو مقاومة الإنسولين الخلايا ما بتستجيب لمفعول هذا الهرمون فبالتالي ما بيقدر الجلوكوز يفوت على هذه الخلايا كلنا بنعرف إنه هو السبب اللي بيحافظ على مستوى السكر بالدم من خلال تحفيزه لإدخال الجلوكوز من الدم للخلايا اللي بتحتاجه يعني إشي اسمه إنسولين ريسستنس مقاومة الإنسولين في بعض الإحصائيات أو بعض الأرقام قدرت نحصل عليها من بعض المقالات بتقول إنه في عام آخر دراسة كنت في عام 2021 بتقول حوالي 537 مليون من تعداد سكان العالم البالغين يعني هان استثنى سكر الأطفال اللي بيصيب الأطفال اللي هو غالبا بيكون ديابيتس طيب وام النوع الأول هون الإحصائيات بتحكي عن اللي هو العالم الأدلت العالم البالغين يعني اللي فوق معتبرهم فوق العشرين سنة إذن في عام 2021 حوالي 537 مليون من تعداد العالم من البالغين يعاني من مرض السكر يعاني من مرض السكر وهذا رقم طبعا مش بسيط هذا في 2021 طبعا هلأ بعد ثلث سنين أكيد الرقم طبعا نزال 90% من هذا الرقم اللي هو 537 من هذه الحالات 90% منها بيعاني من النوع الثاني type 2 diabetes mellitus اللي هو علاقة في اللي هو cell resistance of insulin يعني مقاومة الإنسولين يعني باختصار النوع الثاني من مرض السكر 90% من هذا الرقم أقول لك حسب دراسات العلماء في نفس المساق طبعا أنه في عام 2045 يعني بعد 21 سنة حيكون حوالي 783 مليون بالغ بيعانوا من مرض السكر بيعانوا من مرض السكر 783 مليون بما يعادل واحد من كل 8 أشخاص بالغين وهذه نسبة خطيرة طبعا واحد من بين 8 يعني أكتر من 10% فبالتالي صار في قصة الأبحاث وكيف نعمل وكيف نسيطر على هذا المرض قبل ما يتغلغل في جسم الإنسان طبعا حسب الدراسات بقول إنه بصيب الرجال والنساء بنفس المعدل يعني ما في فرق بالجنس عند إيش الإصابة بهذا المرض الرجال والنساء في نفس المعدل شوفوا قديش النسب يعني النسب لما واحد يتطلع على أرقام أحيانا أحيانا كتير والله بتجنب في أبحاث تطلع على أرقام لأنها بتكون مرعبة هذا السكر صار صديق الإنسان بتهيق لي في العالم اللي احنا بنعيش فيه الضغط النفسي الدايت اللي مش صحي حالات الكسل وعم اتزام بنظام رياضي معين كل هذي أسباب بتأدي لتطور هذا المرض بولك يعني هو السابع سبب يعني في أسباب في العالم سواء كانت أمراض أو حوادث أو 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 بتسبب الموت في العالم يعني حول العالم هو السابع سبب تخيلوا يعني من العشرة الأوائل سابع سبب بيأدي لحالات الوفاة في العالم the seventh leading cause of this globally يعني في العالم لو هو هون بيحكي عن قصة السيمتوم لكن أنا بحاول أحكيها لكن في بعض المعلومات بتهمنا أنه نعرفها قبل ما نشوف السيمتوم لكن خلينا نشوف شو الأعراض اللي ممكن تظهر على مريض السكر شو الأعراض Symptoms often include frequent urination اللي بنسميها bully يوريا اللي هو التبول بشكل كبير بشكل متكرر Increased thirst العطش Increased thirst نوضع العطش رح نيجي في قصة الباكسيولوجي اللي هي كيف هادي الأعراض بتصير شو الأميكانيزم اللي بيعملها مرض السكر في الجسم فبتخلي البنقادم يشعر بالعطش بتخلي Increased appetite أو بصير عنده حاجة اسمها bully phagia bully phagia يعني بالعربي أو بالعامية الفجع يعني بصير يأكل بشكل مش طبيعي ورح نعرف شو السبب إذن البوليوريا اللي هي frequent urination الثيرست اللي هو العطش أحيانا بصير عند البنقادمين weight loss بصير عندهم فقدان في الوزن طبعا بعض الحالات non specific symptoms بعض الأشخاص ممكن يعانوا من بعض الأعراض ولكن هذا ما بيعمم على كل المرضى في بعض الأشخاص ممكن يعانوا من الفتيج التعب الهزلان ممكن الناس تعاني من blood vision الرؤية بتكون غير واضحة مشكلة في النظر sweet smelling urine أو semen يعني بيحسوا أنه ريحة البول فيها نوع من الحلاوة زي ما قلنا في قصة التسمية sweet smelling للبول أو اللي هو السائل المنوي عند الرجال فبيكون في نوع من الحلاوة في الريحة أحيانا لو واحد بيلتمس هذا الأشي ما بيكون قاصد أنه لما أنا بدي أشم حاجة حلوة في البول ما حدش رح يخطر له لكن ممكن تكون كعرض الواحد يستنتج منه ارتفاع الجلوكوز في البول تبعا ارتفاعه الكبير في الدم فبالتالي أو هذا العرب الجينيتال اتشينغ في ناس أو خاصة الستات بصير في عندهم انفكشن في المناطق الحساسة نسميها الجينيتال اتشينغ بصير في عندهم حكة طبعا هذا بسبب اشي اسمه الكانديدا انفكشن بسبب وجود التهابات فطرية لأن المناعة هو مرض أساسا يعني اوتو اميون خاصة لما يكون النوع الاول اوتو اميون ما حدش بيعرف السبب لتدمير خلايا بيتا سيلز الموجودة في البنك الياس بالتالي عدم افراز اللي هو الانسولين تمام فغالبا محاربة جهاز المناعي لخلايا الجسم اللي سميناها اوتو اميون ديسيز بعض المرضى ممكن ما يعانوا من اي نوع من انواع اللي هو الاعراض خاصة النوع التاني من دايبيتس يعني انا كتير بعرف اشخاص اكتشفوا انه عندهم مرض السكر لانهم عملوا تحليل والله اكتر من مرات اللي عندهم السكر فلنفترض اكتر من 200 او اكتر من 300 على فترات متعددة يعني مش من اول تحليل بتم جزم انه هذا المريض او هذا الشخص عنده مرض السكر لا بيعملوا تحليل اكتر من مرة بيعملوا مخزون السكر بيعملوا الفاستين والفاستين طبعا زي ما كلنا منعرف انه اقل اشي لازم لصيام يكون 8 ساعات يعني البناء ادم لو نام على ساعة 12 بالليل وما اكل من 12 لل8 الصبح ما اكل ولا اشي نايم يعني فبيصحى بيعمل تحليل السكر كأنه صايم 8 ساعات يعني هو فعليا ما صام نهار يعني لكن في بعض التحالين زي ما قلت في موضوع الادوية الارتفاع الدهون الدهون على الاقل بننصو 12 فيه اطباء بيقولوا 14 ساعة يعني لازم يكون فترة الصيام اكتر من انه نقدر نحلل السكر اذا زي ما قلت في بعض الناس او الاشخاص خاصة النوع التاني ما بيكون في عندهم اعراض ما بيكون في عندهم اعراض يعني كيف نتحكم او كيف نسيطر على الديابيتس هلأ رح نحكي عن نوع بشكل كمان اطول يعني نورمال لا هو عالي ولا هو واطح يعني كيف يعني انا لما بدي اجي اعمل منيجمنت بدي اسيطر على القيمة بحيث وانا في خلال هادي مرحلة المنجمنت ما يصير ش عندي ارتفاع ما يصير ش عندي ان خفاض يعني انا والله مش اعمل التحليل واكتشف الطبيب انه انا عندي سكر بدي امشي لي على هذا المنجمنت او هذا الديت هلأ رح نحكي شو يعني مانجمنت شو يعني دايت امشي لي مثلا سبوع سبوعين شهر وبعد هيك احلل السكر يطلع عندي نورمل خلص اطمن خلص انا ما عندي سكر لا هون كيبين بوث شورت تيرم ان لونج تيرم والاهم طبعا اللونج تيرم المحافظة على هذا الريجيم او هذا السيستم او هذا البروجرام من المنجمنت تمام في الاطباء بتحكي انه اول حاجة في موضوع المنجمنت اللي هو كيف الديتري الديتري اللي هو كيف انا بدي اغير من نظام الغذائي تبعي كيف انا بدي اغير من النظام الغذائي تبعي من انه اغلب الحالات خاصة النوع التاني بيصير عندهم مرض السكر بسبب موضوع عدم السيطرة على اللي هو الديت تبعهم عليه بشكل طبعا بالاضافة لوجود طبعا عوامل اخرى مش كل شخص قاعد ما بيعمل اي نشاط ممكن يصاب بمرض السكر تمام فيه شغلات كتير بتلعب دور زي ما رح نحكي عن الموضوع الجيني اللي هو سبب جيني يعني ممكن يكون عائلة فاميليا يعني وراسي بيلعب دور خاصة اللي هو ممكن عفكرة يلعب دور في النوعين الاول والتاني من السكر التأثير الوراثي لكن احنا خلينا في موضوع المانجمينت اول حاجة الديتري انه فيه حتى بعض العلماء رجحوا اكتر من سيستم او اكتر من دايت فيه نوع من الديتس اسمه المديترينيان دايت اللي هو نظام الغذاء الخاص بحوض البحر المتوسط مديترينيان يعني المتوسط لما بنحكي مديترينيان سي اللي هو البحر الابيض المتوسط فشو هذا المديترينيان دايت عبارة عن بلانت بيز دايت يعني اكل او نظام اكل نظام غذائي يعتمد اعتماد كل على ايش البلانت على النبات بلانت بيز دايت يعني زي الحبوب البقوليات الخضار الفواكه كمان اللي هو الاسماك طبعا تبعا لك المت مديترينيان وبحر يعني ايش فيه اسماك مجموعة الالبان الداري دايت اللي هو المنتجات الالبان زيت الزتون طبعا وكنا بنعرف حوض البحر المتوسط وكديش غنية هادي البلاد في زيت الزتون القليل من اللحوم الحمراء هذا بنسميه المديترينيان دايت طبعا هذا بفضل الأطباء في حالات السكر إذن هو بلانت بيز دايت حبوب بقليات خضار فواكه يعني أصلها نباتي بالإضافة للأسماك والألبان وزيت الزتون والقليل من اللحوم الحمراء القليل من اللحوم الحمراء أو بعض العلماء بتقولك أنا بس بدي تعملي Low Carbohydrate Diet بدي بس تقللي من كمية الكربوهايدرات في الأكل كل اللي بدك إياه بس ابعد عن النشويات ابعد عن الخبز ابعد عن الرز ابعد عن السكريات هذا عشان نقدر نعمل وما تصير في مراحل أنه أنت فعلا مسبت أنه أنت مريض سكر في حالة اسمها بري دايابيتك يعني خلص زر الإنذار بلش يضوي منطقة حمراء يعني هذا الشخص ممكن إذا ما دارش باله إذا ما انتبهش على حاله على أكله على نشاطه الفيزيائي على كل حاجة بتأثر على وزنه طبعا راح يتطور عنده الوضع بطل بري دايابيتك راح يصير دايابيتك بيشانت راح يصير مريض سكر في حاجة أو في نوع ثالث من الديتري تشينجز أو السيطرة على النظام الغذائي حاجة اسمها داش دايت دي اي اي اس اتش دايت اختصار لديتري أبروتشز يعني السلوك الغذائي حتى نوقف الهايبر طبعا كلنا بنعرف علاقة الهايبر تنش بالديابيتس النظام الغذائي للسيطرة على موضوع الهايبر تنش بيشبه النظام الغذائي طبعا اللي راح يسيطر على السكر زي نقلل من استخدام السلط والشجر نقلل من كربوهايدرات نقلل من الساتوريت والترانسفير نزود من الفيجيتابولز والفروتز والفايبرز والمنتجات الألبان يعني نفس المبدأ تبع الميديترانيان ضايت لكن حسب المؤسسة اللي بتكون اخترعت هذا الابروتش أو هاي السلوكيات بيسموها حسب الاسم طبعا حسب العالم ممكن أو حسب المؤسسة تمام العوامل اللي بتسبب اللي هو الأوبزيتي الأوبزيتي يعني هذي أغلب الأعراض أو أغلب الريسك فاكتورز أو ممكن نسميها يعني بشكل مجازي كوزز يعني وجودها عند الإنسان بيتعزز من إصابته بهذا المرض زي مثلا الأوبزيتي لما يكون الشخص عنده ثمنة مش زيادة في الوزن لا مراحل المتقدمة من السمنة يعني البي أم آي عنده اللي هو البادي ماس اندكس اللي هي علاقة الطول بالوزن أكتر من ثلاثين أكتر من ثلاثين وفي علماء بتقول أكتر من ثمانية وعشرين لكن حسب لأنه في عندي مرحلة اسمها زيادة بالوزن مرحلة اسمها حسب ارتفاع البي أم آي كل ما ارتفاع البي أم آي معناته إحنا في مرحلة الخطر إحنا الوزن عندنا زايد بصورة غير معقولة كمان زي ما حكيت كمان الأشخاص اللي حياتهم ساكنة ما بمارسوا أي نوع من أنواع اللي هو النشاط الفيزيائي أو الرياضة في بعض الأدوية زي الأدوية اللي بتعالج المشاكل النفسية ممكن يكون العرض الجاني بتبعها وأخذناها طبعا إنه يكون في عندي ويت جين ويت جين وبالتالي هذا بيؤدي ل ريسك فاكتور بيكون لتطور مرض النوع الثاني إذن الانتي سايكوتيك دراج اللي هي هاد أدوية المشاكل النفسية أدوية الجنون أدوية الدبريشن حسب طبعا قديش تطور هذه الأدوية قديش تأثيرها فبالتالي هادي ممكن تعملي مشكلة اللي هو السايد افكت سيكون عندها إنه هايبر سوري دايابيتس ميليتس هون بيحكي عن there are three main types of diabetis ميليتس عندي تلات أنواع في ناس بتقولك نوعين بس واحد واثنين لكن العلماء فضلوا أنهم يحكوا عن الجستيشنال دايابيتس اللي رح نحكي عنه هلا type 1 diabetes results from failure of the bancreas to produce enough insulin due to loss of beta cells كل منعرف أنه البيتا cells الموجودة في البنكرياس أو في منطقة اسمها islets of langerhans اللي هي بالعربي جزر langerhans islets يعني جزيرة islets جميع islets of langerhans يعني مجموعة جزر langerhans الاسم العالم اللي اكتشفها هذه cells البيتا cells موجودة في هذا المكان في البنكرياس هي المسؤولة عن إيش إنتاج وإفراز الإنسولين من البنكرياس بقول لك خمسة لعشرة في المية أو حالات السكر بيعانوا من هذا النوع خمسة لعشرة في المية يعني إيش الكمية الأقل من تعداد السكر بتعاني من إيش من اللي هو الديابيتس نمبر ون أقل أقل عشرين سنة تمام أقل من عشرين سنة غالبا بتهاجم أو بتصيب الأفراد بالعمر اللي ما قبل العشرين لكن حسب الأبحاث الجديدة بتقولك هذا ما يمنع إنه ممكن تصيب الأشخاص اللي أكتر من عشرين سنة لكن الرينج الطبيعي الأشخاص اللي أقل من عشرين سنة في مرحلة طبعا الطفولة مرحلة المراهقة قبل ما ممكن تكون في مرحلة البلوغ المبكر يعني زي ما قولت أقل من عشرين سنة لكن هذا ما بيمنع إنه يكون في عندي الإصابة لناس أكتر من هذا العمر طبعا زي ما قلنا due to loss of insulin producing beta cells of pancarias فبيعمل لي severe insulin deficiency severe insulin deficiency خلل أو مشكلة فيه ايش كمية الإنسولين المفرزة ممكن يكون قليل ممكن يكون معدم يعني بتاتا ما في عندي إنسولين أغلب الحادات هذه طبعا اللي بيصير عندها severe insulin deficiency يعني ما في إفراز للإنسولين بسبب immune mediated immune mediated زي ما حكينا autoimmune disease خلل في جهاز المناعة واللي إله دور طبعا T cells T cells attack أخذنا جهاز المناعي بالفيسيولوجي وشفنا فيه إشي اسمه beat cells وفي إشي T cells اللي هو cells mediated immune system الخلل اللي بيصير على البنكرياس أو البيتا cells بسبب T cells attack causes loss of beta cells and thus insulin deficiency هادا السبب الأرجح اللي رجحوا العلماء إنه ليش خلايا beta cells بتبطل تفرز الإنسولين وفي بعض العلماء بقول لها حتى الآن idiopathic السبب غير معروف ليش بتتدمر هاد الخلايا لكن السبب الأرجح طبعا إنه هو عبارة عن immune أو autoimmune disease خلل في جهاز المناعي اللي بالجسم بصير الجسم يهاجم نفسه طبعا هذا زي ما قلت T cell attack يعني cell mediated immune system في هذه الحالات غالبا ما بيكون هناك حالة من عدم الانتباط في مستويات السكر في الدم بسبب الإنخفاض الكبير في مستويات الإنسولين وقد يكون حالات تواجه هايبوغلايسيميا بشكل مفاجئ يعني الطراب الإنسولين كميته نسبته في الدم غير منضبطة طبعا وجود هذا الخلل لأنه ممكن ما تكون الخلايا كلها تدمرت ممكن يكون فيه إفراز قليل من الإنسولين ممكن الإنسان طبعا لهذا الخلل ما ياخد كميات الأكل المناسبة فبالتالي بعض الحالات بتواجه اللي هايبوغلايسيميا بشكل مفاجئ اللي هو وانخفاض السكر في الدم وطبعا هذا أخطر إشي ممكن نصير للناس اللي عندهم طايب 1 دايابيتس دايما الأطباء بقولوا أوكي طايب 2 دايابيتس سكر طايب 1 دايابيتس سكر لكن الأول السيطرة عليه نوعا ما لازم الواحد يكون ماخد باله أكتر من الشخص اللي بعاني طايب 2 لأنه هان فيه طراب في مستوى الإنسولين اللي هو بيتحكم إرتفاع مفاجئ في الإنسولين فبالتالي يحرق السكر الموجود في الدم كله يصير عندي قصة الهايبوغلايسيميا ونفوت في كومة لأنه نزل السكر بشكل كتير كبير ممكن يوصل لعند 50 و30 في الدم فبالتالي هذه المشكلة لازم نتجنبها من خلال عمل تحاليل على شكل دوري لنعرف قديش فيه جلوكوز قديش فيه إنسولين هل كفاءة الإنسولين يعني أحيانا في بعض الأمراض في حالات رقم واحد أو طايب ون بيكون فيه إنسولين زي ما قولت لكن الإنسولين غير كفو بيكون تركيبته فيها طفرة معينة ما بيتم عمله زي ما يكون الإنسولين الطبيعي طبعا هذا كميته موجودة الخلايا بتفرز لكن بسبب خلال في جهاز المناعي بصير طفرة في تركيبة الإنسولين هذا يعني طايب ون ما بيعتمد فقط على كمية الإنسولين اللي رح يفرزها الجسم لا بيعتمد أو البنكرياس بيعتمد أيضا على كيف شكله هذا الإنسولين هل هذا إنسولين طبيعي بتركيبته البريتونية الأربع سلاسل والقصص هذه طبعا هذا لازم يكون typically so integrated يعني لازم يكون typically نفس الإنسولين النورمال اللي بيعمل وظيفته إذن لازم يكون في تحليل بشكل دوري على قصة الجلوكوز حتى الأشخاص اللي عندهم طايب ون جهاز السكر عندهم الشرائح السكر طبعا ما بيقدروا يعتمدوا على إنه كل شوية يروحوا على العيادة أو المستشفى يفحصوا أو المختبر يفحص السكر في الدم لا يكون عندهم جهاز ولازم كل فترة يجددوا الجهاز لأنه مع الوقت نسبة الدقة في الجهاز بتكون اختلفت فلازم كل فترة يجددوا الجهاز كمان يعني لأنه كل يوم ممكن يقصوا السكر من مرتين إلى ثلاث مرات وأحيانا أكتر حسب خاصة بأول مراحل اكتشاف المرض حسب القيم اللي بتطلع عندهم حسب كيف الدكتور بيضي يزبط العلاج أي نوع من الإنسولين بدهم ياخدوه وقتيش كم من اللي بين الإنسولين بدهم ياخدوه بعد كم بدهم ياخدو الوجبة الغذائية شو نوع الوجبة الغذائية يعني قصة الله يعين الناس عن جد اللي بتصادفهم ولادهم عندهم طيب وان دايابيتس أول كام شهر معاناة في ضبط المعايير ضبط الجرعات ضبط الوجبات حتى ما يصير في عندهم الهايبوغليسيميا لاحظوا ما بحكي هايبوغليسيميا الهايبوغليسيميا قصة انخفاض السكر في الدم اللي راح تكون مدمرة لأغلب الأعضاء طبعا فبالتالي المونيتيرونج عندهم أو مراقبة السكر في الدم لازم تكون بشكل متكرر نوعا ما في اليوم مش في الشهر مش في الأسبوع لا كل يوم طبعا عادة هذا النوع من الديابيتس بيكون وراسي بيكون وراسي ما فيش إلو عمر محدد زي ما قولت مش شرط إنه الأقل هو غالبا للأقل من عشرين سنة لكن ممكن نصيب الناس اللي أكتر من عشرين سنة ممكن نصيب جميع الفئات العمرية يعني الأشخاص اللي في مرحلة البلو هذا سن المراهقة هم أكتر أشخاص ممكن نكتشف عندهم المرض أو ممكن المرض يصيبهم في هذه المرحلة هذه اللي هي أكتر مرحلة عمرية ممكن البناء آدم يصاب فيها في هذا المرض لكن هذا ما بينفي إنه ممكن في الطفولة يصير عندهم أو ممكن بعد الانشرين سنة يصير عندهم تمام هذا بالنسبة لرقم واحد أو تايب 1 دايابيتس تايب 2 دايابيتس بيجينز وذ إنسولين ريزيستانس اللي حكيت عنها في بداية المحاضرة a condition in which cells fail to respond to إنسولين probably يعني باختصار شو خلل في الاستجابة للإنسولين يعني مقاومة الخلايا للإنسولين طبعا هذا بيرجع حسب طبعا أبحاث العلماء وتجاربهم إنه في خلل في الإنسولين ريسبتورز الموجودة على سطح الغلاء الخلايا هذا هذا طبعا هما بيحكوا أغلب الظن لكن حتى الآن ليش الخلية بتقاوم الإنسولين السبب المحدد والمصبوط مش معروف لكن هما بيرجعوا طبعا بإحتمالات كبيرة أو أغلب الظن إنه بسبب خلل في الإنسولين ريسبتورز الموجودة على سطح الخلايا في الجسم خاصة خلايا الكبد خلايا السكليتال المصل خلايا الأدبوز تشو هي أكتر خلايا بتحتاج إنه نفوت لها الإنسولين الغلوكوز عفوا من خلال الإنسولين طيب طو لو بننيجي نحكي عن الكوزز أو الإتيولوجي كيف بييجي ليش بييجي أول حاجة طبعا ما بنستبعد الأسباب الجينية السباب الوراثي زي ما حكيت إنه النوع الأول والنوع الثاني الوراثة اللي هم سبب كبير في تطور هذا المرض الشغلة الثانية life style الحياة اللي بيعيشها هذا الشخص سلوكه في الحياة نوع الأكل نوع النشاط الفيزيائي نوع اللي هو تراكم الدهون شو مقياس الويس تبعه الخصر هو الناس بتقيس قمية الدهون أو النسيج الدهني بالجسم طبعاً غير البي أم آي في اسمه ايش اسمه الفا الويست سركمستانس اللي هو محيط الوسط أو الخصر زيادة هذا القياس أو هذا المحيط معناته فيه عندي تراكم للدهون في منطقة البطن يعني الخلايا الدهنية يعني كمية مخزون السكر أو الجلوكوز عالية بالتالي بينصحوا طبعاً ممارسة الرياضة التمارين الرياضية عمل البرامج الغذائية حتى البن آدم يتخلص من هذا المشكلة ويسيطر على موضوع تطور مرض السكر وبيحكوا انه يعني ممكن هذا الطيب 2 يكون بسببين يعني احيانا طيب 2 ديابيتس الاشخاص اللي عندهم النوع التاني بياخدوا انسولين وبياخدوا أدوية الانسولين رزستانس يعني ممكن يكون عندهم رزستانس خلل في استقبال الخلال البلوكوس بسبب في خلل تبعة الانسولين يا إما أصلا كمية الانسولين عندهم موجود لكن قليل لكن قليل طبعا زي ما قولت أكتر انتشارا حول العالم حوالي 95% من حالات السكر يعني من 90% ل95% من حالات السكر في العالم النوع تبعهم تايب 2 الحالات اللي بتصاب فيه يعني في هذا النوع غالبا ما بيكون عندها حالة pre-diabetic يعني بيوصلوا لمرحلة pre-diabetic هلأ في مراحل عندي مرحلة النورمال ال-pre-diabetic ال-diabetic زي قصة ال-hypertension نورمال pre-hypertension hyper-tension واحد وhypertension اثنين يعني مراحل تطور المرض هدول الناس اللي بيصير عندهم type 2 diabetes بيصي أو بفوتوا في مرحلة ال-pre-diabetic يعني مشكلة اللي هي في تحليل اسمه بلوكوز توليرانس كمان بيكون عندهم في مشكلة فبفوتوا في مرحلة ال-pre-diabetic لكن يا جماعة مرحلة ال-diabetic أو النوع ما بفوتوش في هذه المرحلة على طول هو مريض سكر فيش انسولين يعني أو الانسولين مش طبيعي مش نورمال ما بيعمل وظيفته تمام فبالتالي المرحلة الأولى أو النوع الأول diabetes 1 مريض ما بيفوتو في ال-pre-diabetic اللي هي period المرحلة ما قبل الإصابة أو اللي هي مرحلة زر الإنذار هادي لا هادول ما بفوتوش فيها هادول على طول يشخصوا بمرضى السكر لكن type 2 diabetes لا بفوتو في هذه المرحلة يعني ممكن نحلل عندهم السكر هو صايم يكون في مرحلة اللي هي ما بين النورمل وما بين المرتفع فنقول له وين وقف نزبط نعمل management للأكل management للوزن management للphysical activity نحاول نسيطر وفينا نقدر نسيطر طبعا تمام هاد الفترة قد يتم التغلب عليها من خلال lifestyle exchanges زي ما حاجات أو باستخدام بعض الأدوية بتزود من حساسية الإنسولين اللي هي الإنسولين sensitivity يعني لأنه مشكلة مين اللي المشكلة في type 2 diabetes الإنسولين resistance حساسية أو اللي هي استقبال الأنسجة أو الخلايا لارتباط الإنسولين على الرسيبتور سيكون فيها مشكلة فأنا لو استخدمت بعض الأدوية حتى أزود من للإنسولين أو أقلل من هذه الريزيستنس ممكن هذا يساعدني في عملية أو مرحلة المنجمين وفي بعض الأدوية طبعا ما بتصرف للكل حسب الحالة اللي عندي بتصرف لتقلل من إنتاج الكبد للغلوكوز كنا بنعرف إذا صار في عندي غلوكوز مخفض في الدم أو في بعض الحالات الكبد نفسه بصير صنع لغلوكوز من اللي هو اللي هو اللي جلايكوجين فبالتالي أنا بحاول أخذ أدوية أو أوصف أدوية للمريض لتقلل من إنتاج الكبد للغلوكوز لكن طبعا كل دواء بدي أفوتهم وراحل الدواء يعني يعني قصص مائلي يعني مصلح معها طب التالي بحاول أشتغل على موضوع اللي هو على موضوع وزن الأكل الحياة بشكل عام دائما حكيت أغلب الأسباب اللي قبل شوي حكيتها اللي بتعملي مرض الدي أم تو لايف ستايل الأوبزيتي لاك وفيزيكال أكتبتي بور دايت يعني عندي شوغر دايت وايت رايز ساتوريت وبعض الأدوية مثل الأنتي سايكوتيك دراج ممكن تعملي زيادة بالوزن فالتالي بتطورلي من مرض السكر النوع الثالث الجستيشنال أو الجستيشنال ديابيتس بور السكر يعني يعني هي قبل ما تحمل ما عندها مشكلة بالسكر سكر كان طبيعي نورمال لكن في فترة الحمل بيرتفع عندها مستوى السكر في الدم طبعا هذا قد يكون يا جماعة لسببين قد يكون لسببين أول حاجة مشكلة في كمية الإنسولين اللي بيتم إفرازه أو يعني ممكن يكون عندها هذا المرض بسبب عدم إفراز الإنسولين أو مشكلة في إفراز الإنسولين أو السبب الثاني اللي هو استجابة الخالية للإنسولين يعني ممكن يكون عندها أسباب الطيب الأول وأسباب الطيب الثاني وإحنا حكينا الطيب الثاني ممكن يكون عندنا مشكلة في الإنسولين أيضا مش شرط في كله يعني ويكون إنسولين رزيستان مش شرط بس المشكلة بالخلايا لأ كمان ممكن يكون عندنا مشكلة في إفراز الإنسولين هذا إشي طبيعي لكن الطيب 1 المشكلة في الإنسولين قولا واحدا حساسية الخلايا ممكن تيجي بعد فترة بعد فترة من إيش وجود المرض مع الإنسان يصير في حساسية الخلايا لكن بداية المرض ما بتبلش من حساسية الخلايا إذن السببين اللي ممكن يؤدوا لي للجستيشنال دي أم أول حاجة إن أدكويت إنسولين سيكريشن أو رسبونسيفنس أوف إنسولين اللي هي عمل الفترة الفحص الحامل بيكون ما بين الـ 24 أسبوع إلى 28 أسبوع يعني ما بين 6 ل 7 أشهر يعني بعد اللي هو الترايمستر الثاني لأنه عادة ما بتم اكتشاف المرض في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل كنا بنعرف الحمل عبارة عن ثلاث أثلاث لأنه 9 شهور أول ثلاث شهور بنسميه فرست ترايمستر ثاني ثلاث شهور بنسميهم سيكند ترايمستر ثالث ثلاث شهور بنسميهم ثيرد ترايمستر غالباً المرض بيصيب الست الحامل مش في أول الحمل ما بين السيكند والثيرد ترايمستر يعني ما بعد اللي هو الشهر انتهاء الشهر الثالث للرابع بصير فيه عند الست اللي هو ممكن يصيبها هذا النوع من السكر من اثنين لعشرة في المية off pregnant woman may suffer off it ممكن من اثنين لعشرة من الستة الحوامل في العالم يعانوا من ارتفاع السكر في الدم طبعاً في فترة الحمل after delivery may improve or disappear يعني ممكن بعد ما تولد الست يروح المرض ممكن لا يضل معاها المرض من خمسة لعشرة في المية من الحوامل type 2 DM بعد الولادة بيصير معاهم النوع التاني من ايش المرض يعني مش كل الستات بيشفوا بعد الولادة لا فيه ستات بيصاحبهم المرض بيضلوا معاهم فبيصنفوا type 2 diabetes melitus كيف نعمل لهم management ايش نعمل لهم dietary changes طبعاً نغير من الاكل اللي بيأكلوا in some cases insulin injection required بعض الحالات لازم تاخد ايش اللي هو الانسلين طبعاً الست الحامل ما بتاخد ادوية بتاخد فقط insulin injection بتاخد فقط الهرمون عن طريق ابار تحت الجلد ما بتاخد اللي هو الحبوب هذا حبوب السكر اللي احنا منحكي لا 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 بتاخد مناطس ولا بتاخد حبوب اللي بتشتغل على المخزون اللي بتتاخد على الريق هاي ممنوع طبعاً لأنه في خطورة على الجنين فبالتالي يوصف لها الانسلين injection طيب في ناس بولك طب ليش يعني لو انا ما عالجت السكر عند الحامل شو ممكن يصير اول حاجة هي كست بعيداً عن الجنين صار عندها سكر ما تعالجت ما اخدت بالها ما راجعت الدكتور كل الكمبليكيشن اللي لها علاقة بالجهاز العصبي بالعيون بالكلة بكل حاجة في الجسم بالاوعية الدموية طبعاً بيصير عندها هادي الكمبليكيشن او هادي المضاعفات لكن اذا طبعاً ما عالجته هي حامل شو الرزق اول حاجة يعني اصغر حاجة ممكن تصير حاجة اسمها ماكروسوميا يعني الطفل اللي بينولد بوزن عالي ومش بسيط يعني عالي فوق الستة سبعة كيلو تخيلوا طفل ينولد اكتر من ستة كيلو يعني كيف ديكون منظره كأنه عمره اربع خمس شهور هذا نوع من انواع اللي هو المشاكل اللي ممكن تعاني منها الستة وغير انه يكون عنده هذا الطفل مشاكل في القلب الجهاز العصبي تمان ممكن عنده يكون خلل في العضلات خلل في القلب خلل في جهاز العصبي في الكليتين في الرئتين كله هذا طبعاً مشاكل لازم نتجنبها حتى ما يكون الطفل مريض من الولادة ايضاً ممكن يموت الجنين بسبب عدم كفاءة التروية او التغذية عبر البلازنتا بسبب تأثير السكر على الاوعية الدموية زي ما قلت هي كست يعني بعيداً عن الجنين ما تأثير تأثير السكر على البلود فيسلز على الاوعية الدموية فهي اذا كانت حامل وما تعالجت فتأثير السكر او ارتفاع السكر في الدم بأثر على الاوعية الدموية واوعية الدموية هادي شو هي اللي بتروي او بتغذي الجنين عبر البلازنتا المشيمة فأنا اذا ما عالجته كيف رح اؤثر على الجنين ما يكونش فيه تروية للجنين الجنين ما رح يحصل على اللي هو الغذاء ما رح يحصل على تروية دموية من الام فبالتالي بسبب طبعاً الخلل اللي صار في الاوعية الدموية فهذا ايش رح يعمل لي موت للجنين ممكن يموت الجنين وهو في بطن امه لأنه ما وصل اكل ما وصل الدم ما حصلش على التروية أو تغذية المناسبة فهذا ممكن ينقص عنده كتير عناصر ويفقد حياته طبعاً وسبب اهمال الام عدم معاجدها لهذا المرض هنحكي عن قصة الباثوفيسيولوجي والجلوكوز وكيف الجسم بيحصل على الجلوكوز بعد ما ناخد 10 دقاي ونرجع ان شاء الله مرحبا رح نحكي هلأ بالقسم الثاني من المحاضرة عن الباثوفيسيولوجي او كيف كيف بيصير هذا المرض علاقة اللي هو هذا المرض بالفيسيولوجي تبعة الانسان يعني كيف بيتطور هذا المرض زي ما حكينا ان الانسلين هو الهرمون المسؤول عن من الدم لخلايا الجسم يعني الحصول او الحصول على من قبل الخلايا او كيف بتاخده كيف بتعمل من الدم للخلايا من المسؤول عنها على هذه العملية اللي هو الانسلين خاصة هذه خلايا الكبد خلايا النسيج الدهني خلايا عفوا الخلايا العضلية الهيكلية اللي هي السكليتال مصل هي هادي اكتر خلايا في انسجة الجسم بتحتاج لدخول الجلوكوز ل لإلها طبعا عرفنا المبدأ انه الانسلين هو المسؤول عن إدخال الجلوكوز لهاي الخلايا اذا يعني المرض بيتطور بسبب انه مشكلة في كمية او شكل الانسلين او حساسية الخلايا لهذا الانسلين على الريسيبتوز طبعاتها هو اللي بيلعب دور في انه يتطور عندي كل انواع الديابيتس ميليتس لو بنا نيجي نحصل او نحكي عن مبدأ الجلوكوز اللي هو اساس هو اصلا المرض ووجوده في الدم طيب من وين احنا او الجسم تبعنا بيحصل على الجلوكوز كيف الجلوكوز ايش بيفوت الخلايا من وين بيجي الجلوكوز اول مصدر وهي هي عبارة عن ثلاث مصادر رئيسية اول مصدر اللي هو الاكل اللي بناكله بصير الو بصير في الجهاز الهضمي وزي ما بنعرف انه بتم الامتصاص عن طريق الخلايا المبطنة للامعاء الدقيقة اذا اول مصدر هو الانتستاين الابسوربشن او فود او فود نيوتريان تاني مصدر اللي هو البرائك داون اوف غلايكو جين هي عملية لما يخس او يقل الالجلوكوز بيضطر الجسم ايش يحلل او يكسر غلايكو جين اللي هو اصلا خزنه شو هو الجليكو جين الكمية الاكبر طبعا موجودة في اللي في كمية اقل موجودة في خلايا العضلات لكن الكمية الاكبر من الجليكو جين موجودة في الكبن اذا تاني مصدر لالجلوكوز عملية تكسير الجليكو جين حتى نحصل على الجلوكوز المصدر التالت بنسميها عملية الجلوكونيوجينيسز اللي هي سينثيسز اوف جلوكوز من نون كربوهايدرات سبستريت في الاسم زي الاحماض الامينية والاحماض الدهنية في حالات المجاعة يعني البناء ما بياخد جلوكوز ومخازن الجليكوجين خلصت بصير البناء ادم يصنع او الجسم يصنع الجلوكوز في عملية اسمها تخليق الجلوكوز او تصنيع الجلوكوز من خلال مركبات غير كربوهايدراتية موجودة بالجسم زي الامينو اصيدز زي الفاتي اصيدز الاحماض الامينية والاحماض الدهنية طبعا في ميكانزمات وتفاعلات مش فصدد انه نحكي عنها هلأ يعني تمام هذه هي مصادر الجلوكوز يعني من وين الجسم بيحصل على الجلوكوز الانسولين بيتحكم في مستويات السكر في الدم شو بيعمل الانسولين كان انهيبت بيقدر يوقف عملية تكسير الجلوكوز حتى ما احصل على الجلوكوز تمام هذا اول شغل من الانسولين من وظائف الانسولين اذا هو بيعمل تكسير الجلوكوز تاني شغلة ممكن شو يعمل اللي هي العملية التالتة او المصدر التالت بيقدر يوقف تصنيع الجلوكوز من الامينو اصدز والفاتي اصدز هذا كمان شغل الانسولين كمان شغلة ممكن يعملها الانسولين يعني بيحفز نقل او عبور الجلوكوز للفاتي والمصد الخلايا العضلية والدهنية بيعبر الجلوكوز يعني في هاد الخلايا رابع شغلة استميولات استوريج او الجلوكوز او جليفو جين يعني بيحفز عملية استوريج التخزين حتى يقلل من كمية الجلوكوز بقوله تعال بدي اخز نك عائلة جليفو جين حتى مستوىك في الدم ما يكون مرتفع اذا بيعمل تحكم في مستوى السكر من خلال اربع ميكانزمات الانهيبشن للجلوكوز جين الايسز انهيبشن للجلوكوز جين بيحفز الاستيميوليشن او بيعمل الاستيميوليشن للترانسبورت الالجلوكوز لفاتي وبيحفز الالجلوكوز كمية وزي ما حكينا بيفرز من خلايا بيتا في البنكرياس موجودة في منطقة اسمها الانجر هانز او جزر الانجر هانز بيتم افرازه كاستجابة لمستويات السكر او الالجلوكوز في الدم المرتفع طبعا وبديهيا تكون بعد الاكل افطر ميل لما الجلوكوز يكون منخفض في الدم بيعمل بقل الانسولين افراز الانسولين بقل هذا طبعا احنا بنحكي في البناء ادم الطبيعي في البناء ادم الطبيعي انه مستويات الانسولين بترتفع في الدم كاستجابة لمستويات الجلوكوز بعد الاكل مستوى الجلوكوز في الدم او سكر الدم بيكون مرتفع بالتالي بيتم افراز الانسولين لكن في حالة الجلوكوز بيكون منخفض في الدم بصير في عندي اشي اسمه الانسولين سيكريشن بيقل بالمقابل بيصير في عندي بريك داون بيتكسر المكانزم اللي حكيت عنها قبل شوي مصادر لما يقل لجلوكوز بيحصل على الجسم من خلال عملية اسمها يعني انا باجيب بروح للمخزن وبالو تعال انا خزنتك اصلا لما الجلوكوز كان عالي هلأ الجلوكوز منخفض وانا محتاجة الجلوكوز تعال بدي اطلع من المخزون فبصير عملية اللي هي بيتكسر بجلوكوز وبيعطيني جلوكوز مين دي بيتحكم في عملية اللي بريكداون اللي هو هرمون اسمه جلوكاجون شغله طبعا عكس شغل الانسولين الانسولين بتم افرازه لما الجلوكوز يكون عالي لكن الجلوكوز لما يكون واطي او منخفض بيفرز الجلوكاجون ايضا بيفرز من البنكرياس لكن من خلايا يسمها ألفا سيلز مش بيتا سيلز البيتا سيلز مسؤولة عن افراز الانسولين الالفا سيلز الموجودة في البنكرياس مش مسؤولة عن افراز ايش الجلوكاجون الجلوكاجون طبعا حتى يكسر الجلوكوجين ويعطيني جلوكوز اذا شغله لما يكون الجلوكوز منخفض عكس شغل الانسولين عكس شغل الانسولين لما يكون الانسولين غير كافي او يوجد مقاومة للانسولين او حتى اذا وجد خلل في الانسولين نفسه ده ما حكيت تركيبته شكله فما بيصير دخول الجلوكوز للخلايا ما يعني بيمنع دخول الجلوكوز للخلايا خاصة الكبد والعضلات هذه الحالة تؤدي لارتفاع مستويات السكر في الدم وخلل في تصنيع البروتينات في الجسم ميكانزمات التانية وميتابوليزم في الجسم تفاعلات كتيرة يعني في كمان ميتابوليك ديسوردرز ممكن تصير عندي مشاكل في الميتابوليزم ديسوردرز اضطرابات في عملية الميتابوليزم مثل الميتابوليك أسيدوس حموضة الدم ارتفاع حموضة الدم بسبب طبعا افراز بروتون الهايدروجين للدم يعني ارتفاع حموضة الدم كلها هادي بتصير ليش لانه الجلوكوز ما فات على الخلايا سواء كانت المشكلة في الانسولين او كانت المشكلة في الخلايا نفسها عند ارتفاع الجلوكوز في الدم لمستويات عالية لفترة طويلة من الوقت الكلا ما بتقدر تعمل أبزوربشن لكل الجلوكوز هلأ رح نيجي نفسر الصط العطش والجوع والبوليوريا ليش بتصير هيك طبعا هادة كلها بسبب ميكانزم بتصير في الكلة اذا لما يكون الجلوكوز مرتفع في الدم مستويات عالية مش لفترة مش لفترة بسيطة لا لفترة طويلة من الوقت الكلا ما بتقدر بتعمل أبزوربشن لكل الجلوكوز فبتم اخراجه مع البول يعني الجلوكوز بيضل في البول ما بيرجع عالدم تمام لأنه موجود في الدم بشكل كبير ضغطه او تركيزه في الدم عالي فما بيقدر الدم يعمل له ايش ري أبزوربشن فبصير بيطلع مع البول زيه زي باقي السوائل فهادي الحالة بنسميها زي ما قلت جلوكوز يوريا وجود الجلوكوز في البول مما يزيد من الضغط الاسموزي للبول الضغط مع البول بسبب وجود الجلوكوز بيزيد بالتالي بيمنع إعادة امتصاص المية يعني هلأ عمليت الأبزوربشن ورية أبزوربشن للسوائل في النفرون أو في الكلية كلها بتعتمد على الضغط اختلاف الضغط طبع هذه المواد ما بين الدم وما بين البول لما يزيد الضغط الاسموزي اللي بنسمي أوزموتيكوبرشر للبول بيمنع إعادة امتصاص المية يعني بيزيد حجم البول المية بتظلها موجودة في مجرى البول ما بترجع على الدم ما بترجع على الدم فبالتالي بيكون عندي الفلويد لوس عالي كمية الفلويد أو المية اللي بتفقد مع البول شو بنسميها عالية يعني بوليوريا عملية التبول حكينا من أهم أعراض السكري أو مرض السكري اللي هي كمية البول البناء دم بيتبول بشكل كبير ومتكرر تمام هذا بيعمل تغيير في حجم الدم كل ما زاد الفلويد لوس طبعا بيصير في تغيير في حجم الدم بيقل لبلد فوليوم كنوع من التعويض بيصير الدم المية تطلع من الخلايا وصير المية تطلع من الخلايا يعني من الخلايا للدم فبيؤدي إلى حدوث ديهايدريشن جفاف في هذه الخلايا جفاف الخلايا هو اللي بيعمل لي العطش بأن آدم اللي عنده سكري بيعاري من العطش بشكل كبير لأنه صار عنده جفاف في الخلايا صارت المية تطلع من الخلايا تروح على الدم لأنه كل السوائل طلعت مع البول فبصير حجم الدم قليل وحجم الدم قليل يعني فيه ميكانيزم تعويضية حتى يرجع الدم لحجمه الطبيعي طبعا تصير السوائل تطلع من الخلايا وتروح وين تروح على الدم فهذا بيعمل ايش دي هايدريشن اوف سيلز واللي بيأدي لالثيرست او العطش تمام كذلك عدم موجود لغلوكوز في الخلايا بيحفز الشهية يعني انا خلية ما فيها غلوكوز ما بيفوتني غلوكوز فبحتاج اكل يعني بصير البناء ادم يفسر الامور انه نقص في الغذاء بيأدي الى excessive food intake اللي بنسميها بوليفاجية عملية الفجع بصير البناء ادم يأكل بشكل رهيب لانه الخلايا بتحتاج غلوكوز ما بيوصلها هو غلوكوز موجود بس ما بيفوت على الخلية فبالتالي الخلية بتشعر بالجوع بدها غلوكوز حتى تعمل وظائفها حتى تحصل على الطاقة فبالتالي excessive food intake هاد بنسميها عملية البوليفاجية او مشكلة البوليفاجية اللي بتصير مع البناء ادم اللي هو الجوع المفرد الجوع المفرد اذا هذا هو تفسير اللي هي قصة الغلوكوز يوريا قصة البوليوريا قصة العطش بسبب الديهايدريشن قصة البوليفاجية اللي هي الجوع المفرد اللي بسبب كلها العلاقة في ايش في امتصاص المية عبر الكلة امتصاص المية عبر الكلة الدم ما بياخد المية بشكل كافي من الكلة عبر طبعا انابيب النفرون فبالتالي بيطلع الجلوكوز وين بيطلع الجلوكوز ما بتقدر تصفيه بسبب كميته العالية بيطلع الجلوكوز وين مع البول في قصة اسمها الجلوكوز يوريا وقصة البوليوريا بسبب عدم اعادة انتصاص المية الري ابسوربشن طبعا حسب زي ما قلت اختلاف في الضغط الاسموزي بيزيد عند الفلويد لوس عبر البول فبنسميها البولي يوريا وهذا القلة حجم الدم لانه كل السوائل نزلت عبر البول فالبلود فكنوع من التعويض شو بيصير بتطلع المية من الخلايا بتروح وين عالدم فهذا بيصير عملية بيقدي ل جفاف الخلايا فبالتالي الخلايا بستشعر بالعطش فالانسان بيشعر بالعطش وعدم موجود اخر شي في الاعراض عدم موجود الجلوكوز في الخلايا يعني ما بيفوت على الخلية فهذا بيحفز الشهية البرادة بصير يشعر بالجوع بشكل مستمر هذي هي تفسير الباث الفسيولوجي تبع الأعراض ليش الأعراض بصير هذي عند مريض السكر كان لازم نوضح بعض الأمور زي ما قلت قبل ما نفوت في موضوع الدياغنوسيز شو القيم اللي لازم تطلع في التحاليل حتى نجزم انه هذا المريض مريض السكر وبعد هيك نفوت في مرحلة العلاج وأنواع العلاج لأنه لازم في قواعد لازم نفهمها عن المرض قبل ما نفوت شايفين كله هذا لسه في الصفحة الأولى مستحيل انه نقدر نخلص في محاضرة أو يمكن محاضرتين أو يمكن تستمر لثلاث محاضرات يعني يمكن كمان الأسبوع جاي نضل في مرض السكر يعني وبعد هيك إن شاء الله خير نشوفكم الأسبوع الجاي في المحاضرة اللي بنكمل فيها مرض السكر ممكن نتطرق للأدوية وإن شاء الله بصير كل خير بإذن الله يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله سبوع يكون سعيد عليكم رح أبعتلكم هلأ على المحاضرة الخاصة بمبارح واليوم تمام يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر